اشتركوا في القناة بالنسبة للمقطعنا لليوم فرح يكون عبارة عن ثيم مختلف تماما بحيث رح نتكلم عن ابطال عندهم القدرة على سرقة قوى او قدرات الناس او الاشخاص الاخرين ايضا مو شرط يكونون بشر ممكن تم سرقتها حتى من الوحوش او ممكن نسخذه القوى من الكتب على سبيل المثال فهذا هو الثيم اللي رح نتكلم عنه في مقطعنا لهذا اليوم فالمهم اتمنى فكرة هذا المقطع تنال اعجابكم لا تنسوا اللايك النشر والاشتراك وخلونا نبدأ المقطع هذا هو برعاية موقع بلي بلي كوميكس موقع بلي بلي كوميكس هو موقع جديد مختص في عرض الماها والماهوة على هذا الموقع رح تلاقون لائحة متنوعة ورائعة باحدث الاعمال واشهرها وبكل التصنيفات المختلفة بما في ذلك الدموية والخيال والاكشن والدراما والرومانسية الى اخره من التصنيفات حاليا وللأسف فالموقع هو متوفر فقط باللغة الانجليزية والصينية لكن مستقبلا رح تكون في لغات اخرى رح يتم اضافتها للموقع فعلى العموم رابط الموقع رح تلاقونا في الوصف شيكوا على الموقع ممكن تلاقونا عملي عجبكم ومنها في نفس الوقت رح تدعموني وبس اوكي اول ماها رح نبدأ بها لائحتنا لهذا اليوم اسمها وهي ماها صينية تبدأ قصة هذه الماها في عالم حيث يمتلك الناس النوع من القدرات الخارقة للطبيعة في هذا العالم المليء بالخوارق والوحوش الغريبة وفي سبيل انقاذ شقيقته التي اصيبت في حادثة من قبل احد الابطال يسعى بطلنا يانكشي للانتقام وجعل كل المتورطين الذين قاموا بأذية شقيقته يدفعون ثمنا غاليا بدمائهم بطلنا يانكشي لديه القدرة على سرقة قدرات وقوى الابطال الاخرين وايضا في امكانه منح هذه القدرات للناس العاديين وايضا دمج هذه القوى فباستغلاله لهذه القدرة سيتحول بطلنا من مجرد فتى عادي لا يعرف اي شيء عن القتال الى مؤسس وقائد منظمة القضاة والتي تضم فقط النخبة من مستخدمي القدرات والاقوى فقط وباستغلاله لقوته هذه وذكائه في العمل الاستراتيجي سيعمل بطلنا جاهدا لتدمير القوى المظلمة وسحقهم وبقدرته على سرقة قوى الاخرين سيصبح بطلنا ملك القوى الخارقة والبطل الاقوى الذي يتطلع اليه الجميع وطبعا الهدف الرئيسي من انشائه لهذه المنظمة وكل هذا هو ايجاد علاج لشقيقته وانقاذها من الغيبوبة بالنسبة للرسم في الماها فهو يعتبر جيد القصة هي جدا مثيرة للاهتمام وكذلك الاحداث فهي رائعة وممتعة ويجب عليكم حتما متابعة هذا العمل اكيد رح يعجبكم اما عن عدد فصول الماها فمجموعها 58 فصل مترجمة منها فقط 40 فصل الماها الثانية معنا هي بعنوان I can copy your talent الماها معروفة كذلك باسم اخر واللي هو your talent is mine تبدأ احداث هذه الماها في احد الايام حيث شهد العالم ظهور مجموعة من الوحوش العملاقة عبر بوابات من ابعاد متعددة وبدأت في مهاجمة الناس وتدمير الحضارة في نفس الوقت ومع ظهور هذه الوحوش اكتسبت كذلك فئة قليلة من الناس مجموعة من القدرات السحرية والتي تدعى كذلك بالموهبة وهكذا استطعت البشرية مجابهة هذه الوحوش بالنسبة للقصة فهي عن بطلنا الشاب ضعيف الموهبة ييتيان والذي في احد الايام حصل على القدرة على نسخ قدرات الناس الاخرين وليس فقط البشر بل حتى الوحوش في امكان بطلنا ان ينسخ مواهبها فهكذا وباكتسابه لهذه القدرة سينطلق بطلنا في رحلته ضد السماوات وفي مغامرته هذه سيكافح بطلنا من اجل اكتساب القوة وذلك ليحمي شقيقته ويغير من قدره وايضا لكي ينجو في هذا العالم الكارثي الذي تملأه الوحوش المهم مع تقدم الاحداث رح تشوفون كيف بطلنا رح يصير اقوى وذلك من خلال استكشاف مناطق الوحوش المجهولة وسرقة قدراتهم ايضا رح تشوفون كيف رح يحاول بطلنا كشف المؤامرة وراء ظهور هذه الوحوش وايضا كشف العقل المدبر وراءهم الماها هي نوعا ما عبارة عن مزيج بين الزراعة والنظام وهذا المزيج كان فعلا رائع بالنسبة لتطور شخصية البطل فكان تطور سريع وتقريبا من الفصل الثالث البطل رح يصير فعلا أوبي الرسم في الماها صراحة كان مفاجأة بالنسبة لي فعلى الرغم من انه هذا العمل كان عبارة عن ماها صينية الرسم في الماها كان شبيه برسم الماهوات الكورية لدرجة اني في البداية حسبت اني قاعد اقرأ عمل كوري فبكل بساطة الرسم كان فعلا رائع بالنسبة للقصة فكانت جيدة والاحداث ممتعة وياب العمل جيد وعدد فصوله 24 فصل ما هو 990k x life hunter هذا الماهوة قصتها هي عن بطلنا والذي هو صياد من الرتبة اث ويدعى بكانغ هيونجين بعد معاناته وفشله في تحقيق طموحه والارتقاء في الرتب في عالم فوضوي حيث توجد الزنازن والوحوش الحقيقية بعد فشله المتكرر لعدة مرات اخيرا بطلنا سيرضى بالامر الواقع وسيصاب بالاحباط ليصبح في النهاية مجرد صياد فاشل في نظر الاخرين وليجعل الامور اسوأ حتى حبيبة بطلنا والتي اعتادت على تسلق الرتب الى جانبه قامت بالتخلي عنه في ذكرى ارتباطهم فهنا بالفعل ستصبح حالة بطلنا اسوأ بكثير وسيفقد الامل في نفسه ولكن في احد الايام وبعد عودته مخمورا ومحبطا الى منزله ومباشرة بعد فتحه للباب يجد بطلنا نفسه داخل حلم غريبة عوضا عن غرفته فهناك بطلنا سيقابل رجلا يتعي بانه شخص بطلنا في حياته السابقة وسيعرض عليه الفرصة ليجعله اقوى لكن طبعا على بطلنا ان يمر بمعاناة التدريب ليكتسب هذه القوة فالمهم هكذا سيمر بطلنا بالعديد من الاختبارات القاسية ليكتسب هذه القوة وسيقابل كذلك العديد من الشخصيات الاخرى والذين هم كذلك التجسيد لبطلنا في حياته السابقة او حيواتها السابقة ما دري صراحة ان اذا كانت هذه الكلمة صحيحة ام لا بس على العموم افهمتم الفكرة فبطلنا سيتدرب على ايدي العديد من الشخصيات وسيحصل على تقنياتهم ومهاراتهم ومثل ما هو مذكور في اسم المهوى 990K X-Life واللي تعني 990 الف حيات سابقة فهذا ربما يعني بان بطلنا سيتدرب على ايدي كل هذه الشخصيات ميبي ربما ما دري صراحة بس تحريات كلب بالنسبة للرسم فهو ممتاز والاحداث ممتعة والقصة رائعة ويب تابعوها عدد فصولها 55 فصل الرقم 4 على لائحتنا ما هو The Book Eating Magician المهوى قصتها عن بطلنا ثيودور ميلر طالب فاشل عديم الموهبة والذي لم يستطع التخرج من اكاديمية السحر لثلاث سنوات متتالية الذكاء الخارق والعزيمة القوية وحدهما لم يمكن بطلنا ثيودور من تجاوز ذلك الجدار العالي والذي يدعى بالموهبة وهكذا السمر بطلنا في الكفاح في يأس إلى أن رضي في النهاية بالأمر الواقع والذي هو أنه لا يستطيع أن يصبح ساحرا مرت الأسابيع والأشهر دون إحرازه لأي تقدم وكاد بطلنا أن يتعرض للطرد لكن في نقطة معينة وعن طريق الصدفة يجد بطلنا ثيودور كتاب يدعى بغلوتوني وبطريقة ما سيندمج بطلنا معه وسيحصل على قوة غريبة هذه القوة الجديدة التي سيحصل عليها بطلنا ستمكنه من افتراس المعرفة من الكتب وستمكنه كذلك من نسخ كل المهارات في هذه الكتب سواء كانت عبارة عن فنون قتالية أو سحر أو خيمياء واستغلالها ليصبح أقوى لكن هناك طبعا بعض المخاطر لهذه القدرة ستعرفونها من خلال متابعتكم للمهوة الآن مسألة بطلنا في التخرج من الأكاديمية هو أمر مضمون فما التالي؟ هنا ستبدأ مغامرة بطلنا واستكشافه للعالم الخارجي فما الذي سيحصل خلال هذه الرحلة؟ تابعوا المهوة لتعرفوا القصة في هذه المهوة هي الشيء الرائع والرسم هو نوعا ما جيد المهوة كذلك هي مليئة بمشاهد الأكشن والقتالات واللي الرسم فيها بيصير أكثر دقة وبيصير مليئ بالألوان بالنسبة لشخصية البطل فهي محبوبة ورائعة كذلك الحبكة كانت جيدة ووتيرة تقدم الأحداث كانت متوازنة بشكل عام العمل هو جيد ويستحق المتابعة أما عن عدد فصول المهوة فمجموعها 43 فصل ومع آخر ماهوة معنا عندنا SSS Class Revival Hunter المهوة تجري أحداثها داخل برج سحري والعالم هو شبيه نوعا ما بألعاب الار بي جي حيث هناك وحوش وطوابق ومراحل يتم تجاوزها داخل البرج وفي كل مرحلة أو طابق هناك عالم مختلف وحضارة مختلفة وهناك اختبار أو زعيم يجب هزيمته لفتح الطوابق التالية القصة هي عن بطلنا المكتئب والحسود كيم والذي يعيش حياته المعتادة داخل البرج ويلعن حظه التعيس لعدم حصوله على قدرة وعدم إيقاظه كصياد في أحد الأيام أخيرا ستتحقق أمنية بطلنا وستظهر أمامه بطاقة تضم مهارة أسطورية من الصنف اس والتي ستمنح بطلنا القدرة على نسخ قدرات الصيادين الأخرين وهذا في مقابل حياته يب مقابل حياته فقبل أن يقوم بطلنا بنسخ أي مهارة عليه أولا أن يقتل على يد صاحب هذه المهارة ففعلا فكرة جدا أسطورية ومبدعة على العموم بعد سلسلة من الأحداث وفي ظل بعض الظروف سيقتل بطلنا على يد الصياد الأول داخل البرج والذي يدعى بإمبراطور اللهب فهنا ستتفاعل قدرة بطلنا وسيقوم بنسخ قدرة هذا الصياد والتي وعلى غير المتوقع ستكون القدرة على الرجوع في الزمن بيوم واحد بعد موته يعني بشكل مبسط كل ما مات البطل رح يرجع في الزمن بيوم واحد ورح تكون عنده قدرة جديدة من اختياره يعني البطل بعد كم فصل رح يصير فعلا أوبي ورح تكون في عدة أحداث وتويستات غير متوقعة في المهوة بالنسبة للقصة فهي رائعة وكذلك البطل فهو ذكي ورح يمر في مرحلة ما بتطور رائع في شخصيته بالنسبة للأحداث فهي فعلا ممتعة والرسم هو خارق وصراحة هذه واحدة من أفضل المهوات لقرأتها في الأهوانة الأخيرة أما عن عدد فصولها فهي 62 فصل وبس يا أساطير كذا نكون وصلنا لنهاة مقطعنا لليوم كالعادة إذا عندكم أي اقتراحات أو أفكار للمقطع المقبلة اكتبوها لي في التعليقات رح تلاقون كذلك كل حساباتي على السوش الميديا أسفل في الوصف وبس لا تنسون اللايك النشر والاشتراك نشوفهم في المقطع الجاية وبيس